طيب يا دكتور في الحالة دي أنا ممكن أعمله إيه؟ يعني أنا خلاص اتأكدت أنه هو فاي فأنا بسيبه وبفضل أتكلم معاه علشان برضو يبقى تقييم الحالة مظبوط لو في حالة أنه هو مثلا بينزف جاله نزيف ممتاز لقيت دم على الأرض ممتاز أنا دلوقتي لما بص عليه فيه نزيف طيب النزيف ده جاي من إين؟ من إيده؟ من رجله؟ من أي مكان هو بينزف؟ منه؟ الحقيقة احنا عندنا طريقة مش هولسي حريقة لكن طريقة مهمة جدا لإيقاف النزيف وهي بالضغط على مكان النزيف هنا بقى بيجي الدور بتاع الضمضة دي بفتح واحدة منهم وبحطها على المكان اللي بينزف واعمل ضغط عليها مدة من 5 إلى 10 دقيقة بإذن الله بيقى في النزيف طيب نفرض أن النزيف لسه مستمر هعمل إيه؟ من فضلك ما تغيرهاش لا هات الضمضة التانية وحطها عليها عشان تقدر توقف النزيف اللي هو جاي من المنطقة دي تبدأ العوامل بتاعت التجلد بتاعت الشخص تشتغل ويقف النزيف إيقاف النزيف في منتهى الأهمية بالنسبة للشخص المصاب في الحالة ترجمة نانسي قنقر